قائل المناخين وتخارف النظام الداخلي سبحانه مشادات كلامية بين نواب وبين رئيس المجلس انسحب بسببها عدد من النواب من الجلسة احتجاجا على ارجاء مناقشة اتفاق حسن النواية بين الاردن واسرائيل والامارات بشأن تزويد الاردن بالماء مقابل تزويد اسرائيل بالكهرباء ما اثار غضب عشرات النواب ودفعهم للانسحاب من الجلسة وفقدانها النصاب القانوني تحديد موعد لمناقشة هذه الاتفاقية تحت القبة ويخصها كامل اذا الحكومة لم تستجب للاستحقاق الدستوري فسيكون تقديم مذكرة خطية لحجب الثقة عن الحكومة على ابواب مجلس النواب الاردني نفذت قوى سياسية وحزبية وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضها لاتفاق حسن النواية المبرم بين كل من الحكومة الاردنية والاسرائيلية والاماراتية اليوم يجب على الحكومة ان تني هذه الاتفاقية خصوصا لما زالت اتفاقية 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا مقابل ان يبني الاردن محطة للطاقة الكهربائية بتمويل اماراتي لتوفير 600 ميجاوات من الكهرباء بوجود محطة تحلية في خارج الاردن سيغطي الاردن العجز المائي في الخمسة الى عشر سنوات وكانت الحكومة قد اعلنت مؤخرا عن مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة الى باقي المحافظات لكن غياب التمويل دفعها للبحث عن بدائل خارجية حراك شعبي رافض لجميع الاتفاقيات الاردنية الاسرائيلية يطالب بالغائها وحكومة تمضي قدما في توقيع المزيد منها من اجل تحسين واقعها المائي المتردي وهنا تطرح التساؤلات حول قدرة البرلمان في الضغط على الحكومة لمراجعة والغاء الاتفاق الاردني الاسرائيلي الاماراتي الماء مقابل الكهرباء خلال الفترة المقبلة حيدر العبدالي الحرة عمان